اسم الدرس مكونات الهواء الجزء الثاني المحور الهواء المفاهيم الأكسيجين ثاني أكسيد الكربون النيتروجين الأزوت الغازات النادرة بخار الماء المحتوى مكونات الهواء الهدف أذكر أهم مكونات الهواء أطبق وأوظف أولاً أتأمل الرسوم التالية ثم أجيب بما يناسب من كلمات التي أعوض بها الفراغات لا يدخل الهواء إلى القارورة في الرسم الثاني لأنها تحتوي تشتعل الشمعة في الرسم الثاني لوجود في هاواء القارورة تنطفئ الشمعة في الرسم الثالث نتيجة نفاذ يرتفع الماء داخل القارورة في الرسم الثالث ليحتل مكان الذي ساعد الشمعة على الاحتراق لا يملأ الماء القارورة في الرسم الثالث لأنه بقي بها غازات لا تساعد على ومن بين هذه الغازات و تعكر ماء الجير في القارورة بالرسم الأول لوجود في هاوائها الإجابة لا يدخل الهواء إلى القارورة في الرسم الثاني لأنها تحتوي على قطعة من الخشب تشتعل الشمعة في الرسم الثاني لوجود ثاني أكسيد الكاربون في هاواء القارورة تنطفئ الشمعة في الرسم الثالث نتيجة نفاذ الأكسيجين يرتفع الماء داخل القارورة في الرسم الثالث ليحتل مكان غاز الأكسيجين الذي ساعد الشمعة على الاحتراق لا يملأ الماء القارورة في الرسم الثالث لأنه بقي بها غازات لا تساعد على الاحتراق ومن بين هذه الغازات النيتروجين وثاني أكسيد الكاربون تعكر ماء الجير في القارورة بالرسم الأول لوجود ثاني أكسيد الكاربون في هاوائها ثانيا أجيب لماذا تحرس أمك على فتح نوافذ المنزل كل صباح الإجابة لأنه في حالة عدم تجديد هواء الغرفة يمكن أن يرتفع تركيز ثاني أكسيد الكاربون في الهواء مما يؤدي إلى الغثيان وصداع بالرأس غير أنه يجب فتح النوافذ بالكامل لفترات قصيرة وبشكل منتظم حتى يتضفق الهواء المتجدد الغني بالأكسيجين إلى داخل الغرفة تلاحظ أثناء فصل الشتاء وأنت مع رفاقك في قاعة التعليم تكثف بخار الماء على زجاج النوافذ فيبادر أحدهم بفتح إحداها لماذا يا ترى؟ الإجابة لأنه عند الإبقاء على نوافذ وأبواب القاعة مغلقة باستمرار تنخفض القدرة على التركيز وذلك لأن نسبة الأكسيجين في الهواء تقل حسب رأيك لماذا تنصح الحماية المدنية المواطنين بضرورة تهوئة المنزل عند إشعال المنقد للتدفئة؟ الإجابة تنصح الحماية المدنية المواطنين بضرورة تهوئة المنزل عند إشعال الموقد للتدفئة أو استعمال أي نوع من أنواع وسائل التدفئة والتسخين للمحافظة على نسبة الأكسيجين اللازمة وتجنب أخطار حوادث الشعور بالغثيان وفقدان الوعي أو ما نسميه بالزنزانة هل لك أن تخبر أصدقائك عن رقم الهاتف الخاص بطلب نجدة الحماية المدنية؟ الإجابة نعم وبكل تأكيد فهذا الرقم يتوجب على كل تونسي أن يحفظه جيداً وذلك لسلامة الجميع ولسهولته أيضاً إليكم إذن الرقم 198 أقيم تعلمي الجديد ألف قدم أحمد لأخته الوضعيات التالية وطلب إليها ذكر اسم الغاز في كل وضعية أساعد الأخت على إنجاز الموضوع أولاً قطعة الفحم تتأجج نتيجة وجود الأكسيجين ثانياً قطعة الفحم بدأت تنطفئ لتناقص الأكسيجين وتزايد كمية ثاني أكسيد الكربون داخل القارورة ثالثاً تعكر ماء الجير بتأثير ثاني أكسيد الكربون باء أكمل الفراغ بتسمية الغاز المناسب يستخدم لإنعاش المرضى ويؤجج ناراً كادة تنطفئ غاز سام يخرج مع هواء الزفير أثناء عملية التنفس يوجد بالهواء وعندما يبرد يكون الضباب والندى والسحب الإجابة يستخدم الأكسيجين لإنعاش المرضى ويؤجج ناراً كادة تنطفئ ثاني أكسيد الكربون غاز سام يخرج مع هواء الزفير أثناء عملية التنفس يوجد بالهواء بخار الماء وعندما يبرد يكون الضباب والندى والسحب معجمي في العلوم أعمر الشبكة بعد نقلها أولاً يعلو الحديد المعرض للهواء ثانياً يؤجج ناراً كادة تنطفئ ثالثاً نستعمله للتدفئة ولإعداد الشاي رابعاً ظاهرة تحدث للهواء بفقدان الحرارة الإجابة أولاً يعلو الحديد المعرض للهواء هو الصدق ثانياً يؤجج ناراً كادة تنطفئ الأكسيجين ثالثاً نستعمله للتدفئة ولإعداد الشاي الكانون رابعاً ظاهرة تحدث للهواء بفقدان الحرارة تقلص أتهيأ لتعلمي اللاحق يحمل الغواص في البحر على ظهره قارورة بها غاز مضغوط حتى يتمكن من البقاء تحت الماء مدة زمنية معينة أسأل عن هذا الغاز وكيف يمكن الحصول عليه وما هي فوائده مثال يحمل الغواص التقني قارورة غاز يحتاج إليها للتنفس وتحوي غازات عدة لتعديل وتخفيف الضغط داخل وخارج الرئتين ومن هذه الغازات النيتروكس الأكسيجين والأزوت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر